كانوا فوز محمد مرسي ده صدروا النتيجة قبل اله هم صدروا النتيجة مع التهديد بحربة اهلية واللي طلعوا في منذ التحرير اربعة الصبح ولا تلات الصبح ده شغل مقصود ده شغل مخابرات مش هزار الحاجة التانية يعني معنى ذلك ان المخابرات الامريكية كانت ورا فوز مرسي ده وجهة نظري ما انا بتكلم برضو وجهة نظري السياسية ما انا ما عنديش معلومات انا بسألك بس يعني مصطفين ده نظري السياسية انا هي يعني وانا هقول لك بقى هقول لك لقطة قول وانت فسارها مش انا حكيت لك في اللقاء سابق ان الرئيس مبارك كناوي ياخد الخطوة اه ويعمل انتخارات رئاسية ببكرة اه انا ما روحت البيت انت قلت لي ان جمال مبارك كلمة كنت في العربية وانا رجعت تاني والرئيس اكد لي انه هيخوك لا استنى بقى رجعت ايه وقابلت الرئيس مبارك عشان طاقت النور اللي كنت شايفه رجعت والرئيس مبارك قابلك ايوه قابلني ومعه عمر سليمان وكان قاعد جمال وكان قاعد الدكتور زكريان وقالوا لك هو اللي قالوا هجب الكلمة هو اللي قال هو اللي قال خلاص النهاردة هطلع قولهم الخطاب وكان فيهم من معترض على هذه الخطوة الله اعلم انا ما خشش في نفوس الناس هجب الكلمة لا انا هتكلم عن معلومات وصلتني انا الدكتور زكريان عزمي كان ضد هذا السيناريو بس انا اللي هميني بقى انا روحت البيت اول تليفون جالي جالي بالمئة سفيرة الولايات المتحدة الامريكية كان اسمه سكوبي ايوه بتصوت في التليفون معايا وتقول لي this is not going to happen ده مش هيحصل ايه اللي مش هيحصل بتقول لي ايه اللي مش هيحصل قالت لي ده كلام متأخر وغير مقبول قال لي ايه اللي غير مقبول مزبوط اه وغير مقبول انا الحقيقة برضو بسازاجة سياسية كنت متصور ان انا بحض المشكلة لكل الناس لدرجة من كتر فعلها انفعلها قلت لها انت بتعديتي حدودك الدبلوماسية وانا اسف مقدرش اتكلم معاك وقمت قافل السكر في الشهن التليفون التاني كان من مين سفير المملكة المتحدة بيقول لي نفس الكلام مش هيحصل ده كان صديقي بقى قال لي ده مش هيحصل it's not going to happen ومش هيطلع يقول الكلام ده الهارده وقلت له في ايه قال لي قال لي الدكتور بدراوي الكلام ده مش هيحصل وقلت له انتوا عرفتوا ازاي الحوار اللي بينه وبينه وبينه هو ده كنت انا وهو الوحدين في القصر الجبنتم بترقبوه فسكت وقلت له القصر ده مش معقول لكن ازاي يعني عرفتم كلام ده وقفلنا السكة وانا بدرب كف على كف هما مالهم السافرين بتوع اقوى دولتين مش عايزين الراجل يطلع ياخد الاجراءات الصحيحة لنقل السلطة شرعيا واجهاد كل الفوضى اللي حصلت بعدين لا طبعا المقابرات في رأيه ما عنديش دوكيمنت ما عنديش وثيقة لكن اللي انا عشته ده بيقول ان كان الهدف